موسيقى كين الشطرين تنظن بأنه هما كين المديونية وكين السياسة الفلاحية وتبعاتها ولكن تنظن بأنه اللي غي يكون هنا مفيد هو ندمجوا بينتهم بينهم كيف أن الإشكالية المديونية هي في الحقيقة مندمجة في الإشكالية دي السياسة الفلاحية وفيس فرسا أي أنه إذا قد نتكلم عن المديونية هو موضوع شاسع الموضوع ليس وادي لنقوم مركزين على الإشكالية دي السياسة الفلاحية والغدائية ومع القضية السيادة المهم وتنظن بأنه الحالة المغرب مفيدة جدا من هذه الناحية حيث أنه القضية المديونية هي إشكالية كبيرة والاقتصاد المغربي هو من بين المشاكل دياله هو أنه اقتصاد دخل في واحد المرحلة اللي هو في حاجة بنيوية ل المديونية لأنه علاج لأنه بلد من ناحية ديال الموارد رح ما عندناش موارد متعددة ومتنوعة بلد بحال المغرب ما عندوش ما عندوش البترول ما عندوش النفط ما عندوش إمكانيات كبيرة كبيرة إذن ممكن نشوفه مثلا بحال ده الميزانية ديال الدولة راه الموارد الرئيسي والأساسي خصوه يكون هو النظام الضريبي لأنه النظام الضريبي هو اللي هو اللي كيمكنك عبر آلياس ديال الدرائب باش تقططع تحرير توظف موارد اللي هي نابعة من الاقتصاد من الحركة الاقتصادية إذن بلاد بحال المغرب اللي قلت لك آآ الإمكانيات دياله مش متنوعة خص النظام الضريبي اللي هو بالحقيقة نظام ديال التمويل الداتي ديال الاقتصاد خصوه يغطي ثمانين خمسة وثمانين في المياه على الأقل ديال النفقات ديال الميزانية مع الأسف ممكن شوفوه أرقام الإحصائيات منذ سنين إلى حتى القانون المالية ديال الثلاثة وعشرين اش كنلاحظوا؟ كنلاحظوا بأنه في البنية ديال التمويل راح الدرائب نظام دريبي كلهم كلهم جمعوا كلهم كيغطي خمسة وخمسين في المياه ستة وخمسين في المياه ديالنا فقط زيد عليهم ما يسمى بالنفقات الغير الدريبية أي شو ديال العائدات ديال الفوسفات عائدات ديال المؤسسات العمومية وبعض والإعانات الأخيرة شو كله غيطل عندك خمسة وخمسين ستة وخمسين يطلعها الستين اتنين وستين في المياه كاتم قال ما بين خمسة وثلاثين واربعين في المياه ديال الحاجيات لما تخناف وحد نفق ما يمكن تنمو لها غير بالمديونية إذا المديونية رجعت حاجة هيكلية بنيوية عضوية في تمويل ديال الاقتصاد طيب هذه جهية ديال المديونية دبالي أساسي هو نفينه كيف أن اختيارات اقتصادية ولكن حنا هنا غد نركزو على اختيارات الفلاحية باش نبينو كيف أنه الاختيارات الفلاحية أدت إلى المديونية والمديونية عمقت الاختيارات الفلاحية كي جدالية بينهم إذا نريد أن نفهم الجذور ديال السياسة الفلاحية نحن نرجعوه الستينات في القرى الماضي قالوا أنه كانت تعرفوا أنه من بعد ما كان ذاك الأزمة مالية ديال بداية الستينات تلاتة وستين جاءت المؤسسات الدولية برانك الدولي الصندوق النق الدولي ودائم كالقولوا ما دا على ذكر جاءوا في ذاك الوقت وقلسوا في المرعب وعمرهم ما تحركوا بقلنا يقول لكم أنهم ذاك الوقت اختيارات الجوهرية الأساسية البرامج اللي كتف هذه البلاد بطريقة أو بأخرى يد المؤسسات الدولية فيها إذا هاد المؤسسات دا التقارير وخرجت بتوجهات اللي من بعد غنصبوها في التخطيطات أو المخططات الوطنية من المخططات ديال الخمسة وستين ثمانية وستين اثنين وسبعين يلا كارث بعجالة وباش للخصوا بزاف ونضحوا الأشياء شنوو التفكير اللي كان ولي شا غنقول لكم أنا حسابكم رانيزا نقول أشياء اللي راجعة للستينات راه التاريخ هي اللي لازالت انتم ما تفهموا لازالت إلى يوم إلى هذا قائمة شنو هي قيل في ذاك الوقت بأنه صحيح المغرب عنده مشاكل ديال الماء هو في ذاك الوقت ما كانوش يقولو شنو يقولو المغرب عنده هاوية فلاحية نفوكاسيون أغريكوت ولكن في ذاك الوقت كان مشكل ديال الماء دير في جانبين أي بحدة ما مثلا في الغرب كانت تفايضة ناس المشكل كان هو المفراء بزاف ديال الماء ولكن طبعا في ميادين مناطق أخرى كان مشكل ديال الخاصات ديال الماء إذا الفكرة هو أنه خص تشييد سدود اللي غاديم كل ناس عمل داك تواجن بين الماء من يهبط الماء تستوكه ونبعد تزعو إلى آخير مزيان مزيان فكرة بلد بحل المغرب فكرة أنه يكون محاولة ديال الضبط ديال الماء المورد ديال الماء شيء محاولة ديال الماء ولكن قيل لنا أنه خصنا نديره لأنه من يكدير هذا الاختيار هذا كان بعض الاختيارات أخرى متعددة ما مش بالضرورة أنك مثلا تختار السدود الكبرى كان السدود الصغرى مثلا كانت تالية كانت من ناحية ديال القنوات ديال التاروخ ديال السقي كاين الغرابيتار كاين القوتاقوت كاين المهم في تلك الوقت تخيل بأنه خص الدولة لأنه في الوقت ما كانش القطاع الخاص بحل طبيعي أنه الدولة هي اللي غا تستمر دا قيدا خص الدولة تشيد تستمر وتشيد السدود وتدير الجهيز ديال الأراضي باش تستقبل المياه وتدير سياسات عمومية متعددة ديال التجيع فيها الدعم فيها القرود فيها الإعفاءات الضريبية فيها التأطير فيها الترشيد فيها إذا سياسة اللي من بعد غا نسميها سياسة السدود أي سياسة شمولية كتعتمد على من طرف الدولة بالمال العمومي هنا غا نجيوه كتشيد سدود كتجهز كتتوجد كتزياد سؤال هاد بما أن الدولة خرجة عد مراه في إزمة مالية هاد الدولة ما عنداش الإمكانيات إذن باش غا ديتستثمر باش غا تدير هاد المال هاد المال هنال المنظامات الدولية لا يوجد مشكلة هنال المنظامات الدولية هاكو الدولة باش تشيده مزيان طيب ولكن هال منطق فاش غا تدير منطق إلا بغيتي أنك تضمن الشروط باش تعيد تسديد القروض لهاد الدولة في الليدرسي شلو خصك خص داك الاستثمارات اللي غا تدير في المناطق اللي غا تترجع مناطق سقوية عندها مشكلة لما خصك في داك المناطق اللي هي المناطق المختارة تدير منطقات اللي في اللول تقولوا غير تكون عندها قيمة مضافة في داك قيمة تجارية الفالوخ كوميرسيال عالية بعد يقولوا قيمة مضافة عالية المهم تكون مربحة بالمعنى المالي مربحة ومعيدة كتعيد كتعمل بعائدات بالعملة الصعبة علاش لأن الديون جات بالعملة الصعبة إذا خص المشروع يفرز الإمكانيات ماشي غير بالدرهم بالعملة الصعبة باش تكون باش ترد الدوين إذا اعتشت المنطق بين منطق ممكن لكل واحد متفق معه ولكن كالمنطق أنك غادي تدير واحد استثمارات حنا غانا عطوك الفلوس ولكن في داك الاستثمارات غادي تدير منتوجات ماشي باش تلبي الحاجيات الداخلية باش تلبي الحاجيات تدير السوق الدولية لأن السوق الدولية هي اللي ستعطيك الإمكانية باش تعطيك عائدات بالدفز بالعملة الصعبة واللي ستمكنك بأنك منطقات الحركية إذا شوفوا المنطق بهذا المنطق ماشينا أي كين حاجز مزيان أنه الواحد يفهم الجذور لأشياء بعد الأشياء تكتبان واضحة أنه الانطلاقة ماشية باش نديروا سياسة كتتجاوب مع الحاجيات ديال الناس ماشي باش نديروا سياسة اللي كتتتلبي الحاجيات الغدائية للبغاربيات والمغاربة نحن أمام واحد النموذج يسمين因为 تصدير الفلاحة تصدير أغرو إكسبورتاتور يعني المنطق دياله هو أنه الهاجز دياله هو المردودية التحديد التصدير طيب إذن كنا نقول لك بأنه على مدى 40 سنة السياسة الفلاحية ديال المغرين هي هذه أنا أقولها لكم باش وقعت شهيد عدد هائل من السدود الكبرى ديال الآن اليوم كتعرفوا أنه عندما ما يقرب بيال خمسين سد وقعت جهيز ما يقرب حتى أنت أقول لك تشعلها مدى 40 سنة ما يقرب سهل همية ألف كتر وفي ذلك ألوخ باش نكونوا منصفين في التحليل يمكننا نقولوا بأنه التغطية ديال هاد المناطق المسقية اللي قلتك هادي المناطق المحدودة من إخسان فهموا لي أنه بعد ذا من هاد القضية هادي راح نخلقنا مغربين مش حال هادي كنا نقدروه على المغرب النافع وخرب النافع ده برجعناها المغرب المسقي وغرب المسقي المغرب البوري المغرب المسقي أي أنه عندك المناطق المسقية المناطق المسقية ها صحيح أنا كنت شوفه من هادك كتكون كتبقى 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 أراضي قاحلة كتدخل واحد لمنطقة المسقية أراضي قدرتها الخضراء والخضور لأن البيزاج كيت في الدل كين الأشجار كين النباتات كين كين ما كين يجبين هادي أراضي محدودة محدودة اللي يستفدتنا من الاستثمارات من الآليات ديال الدعم ديال الدولة بكل أشكالها طيب ولكن باش نكونوا منصفين للتحليل بخلال عقود كان جزء المهمة دار هو للمواد المصدرة مواد الصديرة ولكن كان جزء آخر لا يستهانو به اللي كان إما مباشرة ولا بصفة غير مباشرة اللي كيلبي الحاجيات الداخلية علاش مسلا بحد أبا بالنسبة للحليب الحليب خسك الفوراج خسك العلف إذن في المناطق المسقية تطورت إلى حد ما واحد القدرة الإنتاجية ديال الحليب على أساس المنتوج ديال العلف كان أيضاً في بعد ذلك مثلاً بحل دبا شوية السكار من تجوش سكار تراشي القصب ديال السكار شتاب شوية ولكن عموماً هاتشي بقى محدود لأنه دائماً كان الهاجز هو التصدير إذن هالعلاقة باش نكونوا هالعلاقة بين المديونية وبين اختيارات ديال السياسة اللي كيف خلتكم هي اختيارات عكس المنطق ديال السيادة النواطقية اختيارات كلها متوجهة لتصدير بدك المنطق اللي كيف خلتكم أنه كل ما أولاً من غادي نصدره غادي نديروا واحد الانتاج لدات ربحية مهمة تانياً ربحية بالعملة الصعبة الشيء اللي يعطينا إمكانية باش نردو الديو أي أنك كل ما راك في حاجة باش تطور تطور دك المجال ديال هاد النموذج تصديري في الفلاحة كل ما خصك تدير استثمارات كل ما دك الاستثمارات باتتلجمولها بالمديونية كل ما كتزيد تغراق في المدينية إذن كتزيد تغراق في هاد الاختيارات وكترجع واحد الوقت واحد الدوامة اللي كتتحبس فيها المجال ديال ديال الاختيارات ديالك نامي ألو كنظن بأنه في الحقيقة هاد السياسة الحدود المحدودية ديالها بدأت تبان ما تسنيناش بزاف مجنوش وعلاش لأنه بنت إكراهات ومشاكل ضغياء لأنه من جهة بان بأن نوات السياسة في الحقيقة هي انتقائية بزاف بزاف علاش انتقائية لأنه كتت أولا انتقائية على الصعيد ديال التراب هنفس لكم بأنه اليوم دابا اليوم يلا شفنا مثلا الأراضي اللي استفدث من هاد السدود الكبرى هي سبعمائة ألف كتار سبعمائة ألف كتار لما كتتكون تمانية في المية ديال الأراضي الزراعية تمانية في المية أي أنه من كتقول هاد بأنه تمانية في المية والعشر في المية قوله ديال الأراضي اللي استفدث من إمكانيات هائلة ولكن في نفس الوقت رأى تسعين في المية ديال الأراضي ديال هذه البلاد أراضي العالم القروي العالم القروي بما فيه السكان اللي عايشين فيه رأهم عانوا عانوا من تميش لأنه من كتكرس وكتركز الإمكانية ديال كلها على عشرة في المية ديال بأنه الأخرى نسيتهم ودو الواقع للجميع كيمكن يعاينه وكترا شيء يقول لك في تسعينات ألفين رأى البنك الدولي براسو داوت دراسات هما تخلعوا من النتائج من الوضع مثلا الفقر في العالم القروي من عيدان في ذاك الوقت ما كنش المكلمة الصالح للشرف لدولة إلى اليومين هاد رأى شحادي المناطق ما عندهاش المسالك باش توصل غير الأراضي للطرق القروية إذا خصنا نفهمو بأنه من كانت تعطيها التوجه رأى هم مشتي تانيا أيضا من كان من نجول على بالنسبة للأمن الغدائي من تعطي الأهمية كل الأهمية لبعض المنتجات متجهات تصدير وباش عبارة بسيطة نقول الخضر الخضروات والفواكه الخضروات والفواكه هذا هو يعني من تعطي الأهمية كلها ما يعني بأنك تهمش ولا تناسب ولا لا تعطيش الأهمية الضرورية للمنتجات التي هي يستهلكها المغاربة القمح طبعا والدرة والشعير وزيت الزيتون والقطنيات والقطنيات والزيوت المتعددة وأيضا اللحوم إلى آخرين في الحقيقة شنو قع وقع أنه قع تحول حتى في النموذج للسلام المغاربة راها يمكن جدودكم والدين والدكم ما كانوش تعرفو الفارينة كانو تعرفو القمح الزراع القمح أي السل والله طبعا الشعير كيعرفو ما تعرفوش زود النباتية ده الزيتون وقع تحول وهنا يقول من الآليات كانت الآليات ديال الدعم عبار صندوق المقصة راها كان عندها مسؤولية في القضية ديال وقع بأنه الدولة بدأت تدعم من توج اللي ما كانش المغاربة مكانش النموذج ديال تستهلك المغاربة وبدأت تتهممش المواد اللي كانت سيستهلك المغاربة مثلا بحدها كتدعم الطري القمح الطري وما كتدعم الطمح القمح الصلب والله الشعير مثلا كتدعم الزيت النباتية اللي ما كنا كندي وما كتدعم الزيت الزيتون إلى إلى آخر هداش كيعني كيعني بأنه شوية تدهور القدرة الشرائية دائما كنرجعوا لهذا تدهور القدرة الشرائية الغربة طبعا نجعل أنه يمشي لما هو أقل أقل سعر يمشي لما المادة الرخيصة أو داك المادة مثلا الفارينة داك الخبزة ديال 20 ريال وال24 ره ره رخيصة لأن الدولة كتدعمها ولكن عمليا الناس بدأوا كيصيبور يمشي المواد المدعمة ولو أن هذه المواد المواد المدعمة الأصلية كماليات المواد الأصلية رجعت كماليات بحالة زيت الزيتون ما يستطيع زيت الزيتون الزيتون درهم أو 100 درهم إذن وقع تحول حتى في النموذج الاستهلاكي ديال المهرب المهم الخطير في الأمر هو أنه بشوية بشوية وقعت واحد النوع ديال طلاق بين النموذج الإنتاجي والنموذج الاستهلاكي بعبارة أخرى يمكننا نقول بدنا كنتجو ما نصدر إذن ما لا نستهلك بالكفاية وبدنا كنتستورد نستورد وبصفة كبيرة كبيرة ما لا ننتج إذن الإشكالية ديال اللاء من غدائي هي هالي هي أننا وصلنا واحد لمرحلة اللي أنا أقول لك كينطلاق بين الاستهلاك والإنتاج ورجحنا تابعين تابعين لاستيراد أي للأسواق الدولية بمشاكلها وبدينا والمفارقة الكبيرة أيضا اللي بنت استهياء أيضا وأنه يقول يا ريت غير كانت بعدها طيب إحنا درنا مجهودات باش نديرو باش ندجو الفواكه والخضروات بوفرة باش نصدرها الخارج مزيان درنا مجهودات تستثمرنا درنا إمكانية المؤكرة كلها دي لنا وكرركزنا باش نوصل لها دي لازل يكون عندنا واحد القدرة تصديرها في هاد المواد هذي أيوة المشكية شنو اللي يبقى عن ذلك هو أنه الأسواق اللي كنا كان نراهنوا عليها باش حقيقة دن بيعو هنالك دي تشد أي أنه ذاك اللعبة اللي قالونا دي التبادل الحر مين جاءت على محاك تجربة وبان بأنه عندنا قدرة اللي يمكن إفكتي ما من ذاك المنطق ديالهم أننا نصدروا ما طيش مثلا في الأسواق الأوروبية بجودة عالية وبسعر لعم أقل بكثير من ذاك إذن سعر اللي غاد يعطينا واحد القدرات تنافسية هنا بحل المنتجين ديال أوروبا بتاع اللوبيات ديال أوروبا لهم ما خلناش لعبين هذا بحل ما ما لاعبينش بخلن هذه اللعبة ما خرجتناش إذن بدو تعددوا الآليات الحمائية اللي ما عندناش لوقتوش ندخلو فهذا الديتالي ولكن ممكن نقول بأن النتيجة الرئيسية ديال الأساسية هي أنها حدد بالإمكانيات ديال تصدير ديالنا ما بقينا نقدون نصدره كيف ممكن نصدره فهل هل المفارقة من جهة دخلتي في واحد الدليس ديال التبعية اللي بدتي كاتستورل 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 باش تتلبي الحاجيات ديالك ومن جهة أخرى واجد واحد القدرة التصدير تنافسية مهمة ولكن مواجهة بالحماية بالطرف هادو اللي تي أعطيونا الدروس في السوق الحر وفي تبادل الحر وفي وفي وفي